السلام عليكم أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف السادس للتداي وأولياء الأمور في الفيديو ده هنشرح جرامر الملهة الكامل و هنحل عليه و هتلاقي ملف بالشرح تقدر تحمله من أول تعليق ولو أول مرة تشوفنا انزل اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات عشان يوصلك كل جديد يلا بينا على شرح جرامر يونيت 1 عندي زمن المدارع البسيط The Present Sample Tense ركز معي وكرر وراي كل اللي بقوله عشان تطلع من الفيديو ده أحافظ وفاهم الجرامر كويس جدا أول حاجة عندي في زمن المدارع البسيط وهي الشكل أو التكوين شكل المدارع البسيط هو التصريف الأول للفعل بس له شكلين شكل مع المفرد وشكل مع الجامع طب تعال نشوف الشكل مع الفاعل المفرد عندي فاعل مفرد He, She, It والاسم المفرد بيجيب بعض الفاعل لأخره S أو ES أو IES تعال نحفظه يلا كده مع بعض He, She, It والاسم المفرد الفاعل S, E, S, I, E, S He, She, It والاسم المفرد الفاعل S, E, S, I, E, S تعال نشوف مثال He plays football every day هو بيلعب كرة القدم كل يوم هنا عندي He فجبت الفاعل لأخره S فقلت plays She goes to club every week هي بتذهب للنادي كل أسبوع فهنا عندي She فجبت الفاعل لأخره ES تعال نشوف شكل المدارع البسيط مع الفاعل الجامع الفاعل الجامع عندي I, We, You, They والاسم الجامع I, We, You, They والاسم الجامع بنجيب بعضهم الفاعل في المصدر بدون أي إضافات هنحفظه هلا كده مع بعض I, We, You, They والاسم الجامع الفاعل في المصدر آخر مرة إلا I, We, You, They والاسم الجامع الفاعل في المصدر تعال نشوف مثال I play football every day أنا بلعب كرة القدم كل يوم فانا هنا عندي الفاعل I فجبت بعضه الفاعل في المصدر They go to club every week هما بيروحوا النادي كل أسبوع هنا عندي الفاعل جامع اللي هو They فجبت بعضه الفاعل في المصدر بعد كده عندي Negative اللي هو النافي إزاي بنقدر ننفي في الزمن ده قال لي مع المفرد لو شكل ومع الجامع برضو لو شكل مع المفرد اللي هو He, She, It والاسم المفرد بتجيب Doesn't وبعد كده الفاعل في المصدر يبقى فاعل مفرد Doesn't مصدر فاعل مفرد Doesn't مصدر إنما مع الجامع اللي هو I, We, You, They والاسم الجامع بتجيب Don't مصدر بتجيب Don't مصدر بقى فاعل جامع Don't مصدر تعال نقولها إلا الأخر مرة فاعل مفرد Doesn't مصدر فاعل مفرد Doesn't مصدر فاعل جامع Don't مصدر فاعل جامع Don't مصدر تعال نشوف مثال He doesn't play football every day هو مش بيلعب كرة القدم كل يوم فهنا كان عندي He فجبت Doesn't وبعد كده الفاعل في المصدر تعال نشوف مثال على الفاعل الجامع I don't go to club every week I don't go to club every week أنا مش بروح النادي كل أسبوع فهنا عندي الفاعل I فقلت Don't وبعد كده جبت الفاعل في المصدر بعد كده عندي جزء usage اللي هو جزء الاستخدام وبعد كده جزء keywords الكلمات الدلة الكلمات الدلة دي هتطلعني دلوقتي على قاعدة تانية اسمها ظروف التقرار هنشوفها كمان شوية زمن المدارع البسيط بنستخدمه مع العادات أحداث متكررة حقائق عادات دي زي مثلا انت كل يوم بتروح النادي كل أسبوع مثلا انت بتسافر كل شهر متعاود انك انت تلعب مع صحابك كرة كل سنة متعاود انك انت تروح تصيف فده بالنسبة لنا كده عادات أو أحداث متكررة حقائق زي مثلا الشمس تشرك من الشرك لو جبت إزازة مية وحطيتها في الفريزر فهتتلج فده كده بالنسبة لي اعتبر حقائق فبنستخدم المدارع البسيط عندي بعد كده الكيوورد الكلمات الدلة على الزمال يعني ساعة لما شفها اعرف ان انا في المدارع البسيط على طول ايه هي تعني احفظهم يلا كده مع بعض وعندي كمان ابري ابري معناها كل وبتيجي مثلا ابري داي كل يوم ابري ويك كل اسبوع ابري مونث كل شهر ابري يير كل سنة بعد كده عندي كويسشن السؤال عندي نوعين من الاسئلة سؤال بهل وسؤال بأداة استفام يلا بينا نشوف السؤال بهل بيقول لي do أو does فاعل مصدر do أو does فاعل مصدر do بتجيب لي فاعل جامع انما does بتجيب لي فاعل مفرد يبقى do أو does فاعل مصدر وحتعود نفسك ان do تجي مع الفاعل الجامع الى هو I, we, you, they واي اسم جامع انما does تجي مع الفاعل المفرد he, she, it والاسم المفرد يلا بينا ناخد مثال does she play football DoesShe play football هل هي بتلعب كرة القدم فايكون عندي إجابتين يأما yes she does او no she doesn't. نعم هي بتلعب او لا هي ما بتلعبش. do you go to club? do you go to club? هل انت تذهب للنادي? رد وقال yes i do. او no i don't. نعم اذهب او لا انا مش بروح. بعد كده عندي السؤال بكلمة استفام او دات استفام. بتجيب في الاول كلمة استفام وبعد كده do or does فاعل مصدر. هي هي نفس التكوينة اللي فوق. بس بتزود عليها كلمة استفام. يبقى كلمة استفام do او does فاعل مصدر. where do you go on fridays? where do you go on fridays? اينا تذهب ايام الجمعة? رد وقال i go to club. انا اذهب للنادي. بعد كده عندي ظروف التكرار. adverbs of frequency. ظروف التكرار عندي ولسه عارفينها يعلى من علامات المضارع البسيط. بس احنا عايزين نعرف فينا ايه استخدامها ومكانها بيجي فين. تعال احفظها الاول مع بعض. always usually often sometimes never. always usually often sometimes never. always معناها دائما. usually معناها عادة. often غالبا. sometimes احيانا. never ابدا. تبتعان فصرهم واحدة واحدة على السريع. مثلا وليكن انا عايز اقولك انا بروح النادي كل يوم. فممكن اقولك كده انا دايما بروح النادي. فده معناها ان انا بروح كل يوم طول الاسبوع. يجلي معناها عادة. وليكن مثلا انا بقولك انا بروح النادي خمس تيام في الاسبوع. often معناها غالبا. وليكن مثلا انا بروح النادي اربع تيام في الاسبوع. sometimes احيانا. بروح مثلا تلات تيام في الاسبوع. never. ما بروح شوالا مرة. عندي مكانين لظروف التكرار. قال لي تأتي ظروف التكرار قبل الفعل وبعد الفرب تو بي. يبقى مكانها فين قبل الفعل وبعد الفرب تو بي. يبقى نشوف مثال. I always go to club. I always go to club. انا دايما بازهب للنادي. فهنا عندي جو اللي هو الفعل الاساسي. فهي جد فعلا قبل الفعل الاساسي. بديه كمان بعد الفرب تو بي. فعلا نشوف مثال. they are never late. they are never late. هما دايما ما بيكونوش متأخرين. فهنا جد بعد الفرب تو بي. الفرب تو بي ده اللي بيكون من am و is و are. فهنا بيقولك they are never late. هما دايما مش بيكونو متأخرين. اذا انا كانت ظروف التكرار تاني فين? قبل الفعل وبعد الفرب تو بي. بعد كده عايزين نسأل عن ظروف التكرار. قال لي للسؤال على ظروف التكرار بتستخدم اداة استفهام اسمها how often. how often. معناها كم عدد المرات. تكوينة السؤال بيكون كالتالي. how often do or does فاعل مصدر? how often do or does فاعل مصدر? تعال نشوف مثال. how often do you go to school? how often do you go to school? كم عدد المرات اللي انت بتروح فيهم المدرسة؟ رد وقال I always go to school. I always go to school. انا دايما بزهب للمدرسة. يلا بينا نبدأ نحل على زمن المضارع البسيط كامل. هنا عندي often علامة علامات المضارع البسيط. فمع ندى ندى فاعل مفرد. يبقى عايزين الفعل اخر اس او اس او اي اس. يبقى نختار watches. ندى often watches tv with her parents in the evenings. ندى غالبا بتعطي تتفرج على التلفزيون مع والديها في المساء. عمر نقاط drink coffee for breakfast. هنا on saturdays i always not up at 10 o'clock. هنا عندي always علامة علامات المضارع البسيط. وعندي الفاعل i. i يعتبر فاعل جمع. يبقى بنجيب معاه الفاعل في المصدر. يبقى نختار get. i always get up at 10 o'clock. انا دايما بستيكز الساعة عشرة صباحا. how often do you not dinner? رد وقال once a week. عايز نقول كما عدد المرات اللي انت بتعمل فيهم العشاء. قالك مرة كل اسبوع. كنا احنا حافظين السؤال ده. how often do or does فاعل مصدر? فانا عندي do ودي فاعل. يبقى احنا كده عايزين الفعل في المصدر. فنختار هنا make. we not speak english during our english lessons. احنا ايه? بنتحدث اللغة الانجليزية اسناء دروس الانجليزي. اكيد احنا دايما بنتحدث انجليزي اسناء حس الانجليزي. يبقى نختار هنا always. we not go to the beach in winter. it's too cold. احنا ايه? بنذهب للشاطئ في الشتاء. بيكون الجو سقع جدا. يبقى اكيد احنا مش بروح الشاطئ في الشتاء. لانه بيكون سقع جدا. فنختار هنا never. وnever معناها ابدا. how not do you get up at 6.30 a.m. رد وقال twice a week. يبقى هنا بيسأل عن عدد المرات. فهنقول how often. كم عدد المرات اللي انت بتستيقص فيها الساعة ستة ونص الصبح. قال لي مرتين كل اسبوع. my father not to work by car. عايزين نقول هنا والدي عادة بيذهب للشغل بالعربية. فهنا عندي ظروف التقرار واحنا متفقين. ظروف التقرار بتيجي فين? كنا بنقول ان ظروف التقرار بتيجي قبل الفعل وبعد ال verb to be. هنا عايزين نجيبها قبل الفعل. فهنختار usually goes. يلا بينا على grammar unit 2. عندنا في grammar unit 2 relative pronouns. ضمائر الواصل. عندنا بنستخدم ضمير الواصل عشان نربط ما بين جملتين. وبنكررش الجزء اللي بيحل محله ضمير الواصل في الجملة التانية. طب تعال نفهم الكلام ده معناه ايه. اول رابط عندي وهو هو. هو اللي بتستخدمها عندما يكون فاعل الجملة عاكل. لما يكون الفاعل عائل فبنستخدم هو. يعني بنستخدمها للاشخاص اللي هم people. طب تعال نشوف مثال. مستر سامير بيكون مدرس الانجليزي بتاعنا. هو بيدرس لنا لغة انجليزية. فهنا عشان الفاعل عندي عاكل فجبت ضمير الواصل هو. يبقى انت اتعاوض نفسك. بتحطه امتى? لان بيكون فاعل الجملة عاكل. وبتعاوض عليه في الجملة التانية. بعد كده عندي ضمير الواصل. بنستخدمه عشان نشير الى الاشياء الغير عاكل. يبقى احنا بنستخدم عشان نعاوض عن حاجة غير عاكل. يعني من الاخر عن الاشياء اللي هي. تعال نشوف مثال. ده الحزاء اللي بلبسه للمدرسة. فانا عندي the shoes غير عاكل. فعاوضت عنه بويتش. يبقى تاني ويتش تعاوض عن غير العاكل. اخر ضمير عندنا وهو وير. بنستخدم وير للاشارة عن المكان. يبقى دي بنستخدمه مع الاماكن. this is the classroom. هذا الفصل. where we study science. اللي احنا بنتعلم فيه مادة العلوم. يبقى احنا بنعاوض عن المكان بوير. حاجة يلنا نراجع عليهم بسرعة. هو بتعاوض عن الشخص العاكل. هو بتعاوض عن ايه? الشخص العاكل. ويتش بتعاوض عن الاشياء. اللي هي الحاجة الغير عاكل. بتعاوض عن الغير عاكل. وير بتعاوض عن المكان. وير بتعاوض عن المكان. بعد كده عندي قاعدة الصفات اللي بتنتهي ب-ing. G. وب-ed. عايزين نفرق ما بينهم. اللي الصفات اللي بيكون اخرها ed بتصف المتأثر من الفعل. هشرح لك ده دلوقتي. او بتصف شعور شخص ما. يعني وليكن انت عمال بتفرج على فيلم رعب. وانت فعلا بتشعر انك انت خايف. اعب بقى خايف كده من الفيلم ده. فانت كده بتوصف شعور نفسك انت. فبتعاو نشوف مثال. the girl is frightened. the girl is frightened. البنت بيكون خايفة. يبقى هنا احنا بنوصف شعور البنت ازا نفسها. هي اللي بتشعر بالخوف. I am excited. انا بكون متحمس. هنا بوصف شعوري انا. يبقى تاني لو بتوصف شعور الشخص يبقى انت هتجيب الصفة اخرها ed. هوريك حاجة دلوقتي هتفرق لنا بين الصفة الاخرة ed والصفة الاخرة ing. بس تعال نشوف كده الصفة الاخرة ing الاول بتستخدمها لوصف الاشخاص او الاشياء اللي بتعطينا شعور ما. يعني ايه الكلام ده. وليكن مسلا من شوية قدت يالك انا مسلا قاعد بتفرج على فيلم وشعرت بالخوف. لأ انا عايز اقول لك بقى الفيلم اللي انا عمل بتفرج عليه ده بيكون مخيف. بوصف الفيلم انه هو مخيف. فاقول عليه كده frightening. هقول عليه ايه? frightening. لو بوصف الفيلم. انما لو بوصف نفسي فاقول frightened اخرة ed. ببتعال نشوف مثال the snake is frightening. the snake is frightening. الصعبان بيكون مخيف. يبقى انا هنا بوصف شيء بوصف الصعبان انه هو بيكون مخيف. مش بوصف الشعور بتاعي. the film is exciting. the film is exciting. الفيلم بيكون مسير. انا هنا بوصف الفيلم. بركز معي هنا كده في صورة للفنانة اللي موجودة قدامكو دي. هنا في صفة اخيرة ing. وصفة اخيرة ed. هنا هي اللي بتخوف. هنا هي اللي ايه? بتخوف. انت بتوصف كده شيء. يبقى هنجيب صفة اخيرة ing. فهنقول frightening. هي كده الشيء اللي بتخوف. انما هنا في الصورة دي هي اللي بتشعر بالخوف. فجبنا الصفة اخيرة ed. يبقى نقول frightened. لو هي اللي بتشعر يبقى تخليها frightened. اخيرها ed. انما لو بوصف شيء يبقى نجيب الصفة اخيرة ing. يلا بنا نبدأ حلع الوحدة التانية. هليوبلس school is the place. نقط مستر اياد واركس. عايزين نقول مدرسة هليوبلس دي بيكون المكان اللي مستر اياد شغل فيها. فهنا ده كده مكان. فانعوض عليه بضمير واسل where. the film not i saw yesterday was great. عايزين نقول الفيلم اللي انا تفرجت عليه مبارح كان عظيم. هنا عندي the film غير عاكل. يبقى نختار هنا ضمير الواصل which. jack is the mechanic. نقط fixes cars. هنا عندي jack فاعل عاكل. يبقى هنعوض عليه في الجملة التانية بضمير واسل who. jack بيكون ميكانيكي. هو اللي بيصلح العربيات. i saw omar in the park. we often play football. انا بشوف عمر في الحديقة. احنا غالبا بنلعب كرة القدم. يبقى هنا عايز عاوض عن المكان. يبقى نختار where. mr. imad is the teacher not helps me a lot. هنا عندي الفاعل عاكل. يبقى نختار who. mr. imad بيكون المدرس بتاعي. اللي هو بيساعدني كتير. this is the house not we love. هنا هنعوض عن house بwear. لان house تعتبر مكان. هذا المنزل اللي احنا بنعيش فيه. these are the shoes not i wear for school. هنا عندي حاجة غير عاكل. الحزاء هنا غير عاكل. يبقى نعوض عليه بويتش. هذا الحزاء اللي انا برتديه للمدرسة. sara is the girl not say snakes to me in the english class. هنا عايز عاوض عن sara. هنا في فاعل عاكل. يبقى نختار who. i have a new car. نقاط helps me go to work faster. هنا عايز ان نعوض عن السيارة الجديدة. حاجة غير عاكل. وهنا عوض عليها بويتش. the supermarket is the place not we buy food. هنا عندي مكان. يبقى هنعوض عليه بضمير الواصل. where. the movie is not i won't watch it again. الفيلم كان ايه. انا مش عايز اتفرق عليه تاني. يبقى نختار هنا boring. هنا اخترت الصفة اخرة ing عشان بوصف شيء. الفيلم بيكون ممل انا مش هتفرق عليه مرة تانية. she is not in languages. she likes studying english and french. يبقى انا نختار interested. interested معناه مهتم بي. the results of my brother's taste are not. we are proud of him. النتيجة بتاعت اخويا بتاعت الامتحان كانت ايه. احنا كلنا فخورين بي. هنا عايز اوصف النتيجة بتاعت الامتحان بتاعته. فانا كده بوصف شيء. يبقى انا عايز صفة اخرها ing. فنختار surprising. a pharmacy is a shop. نقط. we can buy medicine. الصدلية بيكون المحل اللي احنا بنشتري منه الدواء. هنا pharmacy يعتبر مكان. يبقى هنعود عليه بضمير الواصل where. I worked a lot yesterday. I was really. نقط. انا اشتغلت كتير امبارح. انا دلوقتي عايز اقول الشعور بتاعي بقى كان عامل ازاي. فانا لو عايز اوصف الشعور بتاعي. يبقى هنجيب الصفة اخرى ed. فنختار هنا tired. I was really tired. انا كنت متعب جدا. يلا بينا على شرح grammar unit 3. عندي في الوحدة التالتة قاعدة F الحالة الصفرية. ودي بنستخدمها مع الحقائق. F هنا بتساوي win. F بتساوي win. ومعناهم اذا او لو. القاعدة عندي بسيطة جدا. بجيب F او win في الاول وبعد كده. مضارع بسيط مضارع بسيط. لو F او win جات في النص هي قابلها مضارع بسيط وبعدها مضارع بسيط. طب تعال انشوف مثال. If you heat sugar it melts. لو انت سخنت السكر هيدوب. If you heat sugar it melts. فهنا عندي U فجبت بعدها الفعل في المصدر. وهنا كان عندي U فجبت الفعل اخره. The tablet switches off. If you press this bottom. The tablet switches off. التابلت هيدفي. If you press this bottom. لو انت ضغطت على الزرار ده. هنا جبت switches عشان تابلت عندي مفرد. وهنا جبت مصدر عشان عندي الفاعل U. عندي ملحوظة ان احنا ممكن نبدل المضارع البسيط بفعل ناكس. والفعل ناكس ده هيكون CAN. وكان بيجي وراء الفعل في المصدر. طب تعالا نشوف مثال. When you pass me my wallet. لما تمر الي المحفظة بتاعتي. I can pay for the tickets. انا هستطيع ان ندفع للتزاكر. فهنا جبت مضارع بسيط. وبعد كده جبنا CAN زي الفعل في المصدر. لو حبينا نسأل مع قاعدة IF أو WHEN. هنجيب DO أو DOES أو CAN في الاول بعد كده فاعل بعد كده الفعل في المصدر. وبعد كده نحط IF أو WHEN وبعد كده جملة مضارع بسيط. DO أو DOES CAN فاعل مصدر. IF أو WHEN مضارع بسيط. طب تعالا نشوف مثال. DO PLANTIS DIE IF أو WHEN WE DON'T WATER THEM. هل النباتات هتموت لو احنا مسألهمش. CAN YOU TELL ME IF OR WHEN YOU NEED ANYTHING? هل ممكن تخبرني لو انت محتاج اي مصابة؟ عند سؤال بكلمة استفام هي هي نفس التكوينة بس ازوج كلمة استفام. هاول كلمة استفام DO أو DOES أو CAN فاعل مصدر IF أو WHEN بعد كده مضارع بسيط. HOW CAN WE GET TO GIZA IF أو WHEN WE MISS THE PASS ازاي نوصل لجيزة لو فتنا الاوتوبيس. IF YOU HEAT ICE اتنقط. عندي هنا قاعدة F مضارع بسيط مضارع بسيط. مع ات يبقى عايزين الفعل لاخره S يبقى نختار MELTES. IF YOU HEAT ICE لو انت سخنت التلق IT MELTES هو هيسيح. WHEN SHE NOT TOO MATCH A CAKE SHE GETS STOMACH AKE هنا عندي قاعدة WEN. يبقى عايزين مضارع بسيط مضارع بسيط. مع ات يبقى عايزين الفعل اخره S يبقى نختار هنا EATS. لو هي كالة كيكة كتير هيجلها ألم في المعدة. IF THE MUSIC IS TOO LOUD لو الموسيقى صوتها عالي I NOT STUDY. انا مش عارف هزاكر يبقى نختار هنا CAN'T. IF YOU TRY TO STUDY FOR MANY HOURS YOU CAN'T. لو انت حاولت انك انت تذاكر لمدة ساعات طويلة انت مش هتعرف تركز. هنا عندي CAN'T يبقى عايزين وراء الفعل في المصدر فهنختار CONCENTRATE. PEOPLE'S BRAINES NOT BETTER. IF THEY HAVE A REGULAR ROUTINE هنا عندي قاعدة F مضارع بسيط هنا يبقى عايزين هنا مضارع بسيط. مع PEOPLE'S BRAINES يبقى كده عندي فاعل جامع يبقى نجيب الفعل في المصدر. فهنختار هنا WORK فخ الناس بيشتغل افضل لو هم عندهم روتين منتظم. IT'S HELPFUL IF YOU NOT DOWN WHAT YOU WANTED TO DO. هنا عندي قاعدة F يبقى عايزين مضارع بسيط مضارع بسيط. يبقى نختار هنا مع U الفعل في المصدر يبقى نختار WRITE. IF YOU DON'T KNOW A WORD YOU CANNOT IT UP IN A DECTIONARY. هنا عندي كان يبقى عايز وراء الفعل في المصدر فهنختار LOOK. لو انت مش عارف معنى كلمة تقدر تبحث عنها في القموس. The freezer work if you don't close the door properly. Freezer هنا مفرد يبقى نختار DOES. هل الفريزر يشتغل لو انت ما قفلتش الباب بتاعه؟ بعد كده عندي حروف الجر الخاصة بالوقت. Propositions of time. عندي IN و ON و AT. تعال نشوف AT بتيجي مع ايه. حرف الجر AT بيجي مع الاوقات. بيجي مع الايه؟ مع الاوقات. يعني اي وقت بنجيب قبله حرف الجر AT. تعال نشوف مثال. The first lesson begins at 8 o'clock. الحصة الاولى بتبدأ الساعة تمانية. هنا عندي وقت فجيبت قبله حرف الجر AT. بتيجي برضه مع بعض العبارات زي AT night. AT midnight. AT lunch time. AT midday. AT noon. من الاخر كده بتيجي مع الوقت المحدد. بتيجي مع الوقت ايه؟ المحدد. زي ما بقولك مثلا في الليل. في منتصف الليل. في وقت الغداء. في منتصف اليوم. وقت الظهر. بعد كده عندي حرف الجر N. تعال نحفظه مع بعض بيجي مع ايه؟ فصول سنين شهور فترات اليوم. فصول سنين شهور فترات اليوم. احفظه كمان مرة؟ فصول سنين شهور فترات اليوم. فبتعال نشوف يعني ايه فصول. فصول ده مثلا زي فصل الصيف الشتاء الربيع كده. spring summer winter autumn. السنين اي سنة؟ 2012 2010 2020 2000 اي سنة؟ الشهور زي اي شهر؟ march may september january february اي شهر. عندي فترات اليوم زي ايه؟ in the morning في الصباح. in the afternoon بعد الظهر. in the evening في المساء. بعد كده عندي حرف الجر ON. حرف الجر ON بيجي مع ايه؟ بيجي مع ايام الاسبوع. التواريخ المحددة ايام ومناسبات خاصة. وبعض العبارات. تعال نحفظها مع بعض. ايام الاسبوع تواريخ محددة ايام ومناسبات خاصة. ايام الاسبوع زي مثلا saturday sunday monday اي يوم من ايام الاسبوع. On sunday. on friday. التاريخ المحددة زي ايه؟ اي تاريخ سواء تاريخ كامل او تاريخ صغير. زي ما بيقولك كده On june 29 29 من شهر يونيو. مع ايام ومناسبات خاصة زي ايه؟ On my birthday في عيد ميلادي. في عيد ميلادي ده اعتبر مناسبة خاصة. بيجي مع بعض العبارات زي ايه؟ On holiday في الاجازة. On the weekend في عطلة نهاية الاسبوع. On a sunny day في يوم المشمس. On school days في ايام المدرسة. يلا بنا نبدأ نحل على حروف الجر. We celebrate شم النسيم نقط spring. احنا بنحتفل بشم النسيم عايزين نقول بقى في الربيع. حرف الجر اللي كان بيجي مع الفصول ايه هو؟ كنا بنقول فصول سنين شهور فترات اليوم. يبقى حرف الجر اللي كان بيجي مع الفصول هو N. Let's meet outside. The school نقط ten thirty a.m. عايزين نقول هيا بنا نتقابل بالخارج المدرسة الساعة عشرة ونص. هنا ده كده وقت حرف الجر اللي كان بيجي مع الوقت حرف الجر ايه؟ At. I'm having a party نقط my first day. هنا كده مناسبات خاصة. الحرف الجر اللي كان بيجي مع مناسبات خاصة ايه؟ On. What did you do نقط the weekend. ماذا فعلت في عطلة نهاية الاسبوع؟ يعني بعض العبارات اللي بتيجي مع حرف الجر ايه؟ On. I like to watch my favorite program. نقط launch time. ده كده وقت محدد. واللي كان بيجي مع الوقت حرف الجر. At. انا بحب اتفرج على البرنامج بتاعي في وقت الغداء. يلا بينا على شرح unit 4. unit 4 عندي the present continuous tense. زمن المضارع المستمر. يلا بينا اول حاجة عايزين نعرفها وهي التكوين. الفورم. بيكون من ايه؟ اللي بيكون من am او is او r. الفعل ing. يبقى انت بتحفظه كده. am is r. الفعل ing. زمن المضارع المستمر بيكون من ايه؟ am is r. الفعل ing. ازي كانت بيتيجي مع اي. ازي كانت بيتيجي مع اي. ازي كانت بيتيجي مع اي. she it. والاسم المفرد. ار بيتيجي مع اي. وي يو زي. والاسم الجامع. يبقى تاني. زمن المضارع المستمر بيكون من ايه؟ فاعل. am is r. الفعل ing. طب تعال نشوف مثال. she is playing chess. she is playing chess. هي بتلعب شطرنج. بعد كده عندي negative. النف. ازاي قدران فيه في الزمن ده؟ قال لي بدل ما هي am اتخلى لي am not. بدل ما هي is اتخلى لي is not. بدل ما هي are اتخلى لي are not. ممكن نقول. amint isn't aren't. الفعل ing. يبقى بان في الزمن ده ازاي. amint isn't aren't. الفعل ing. طب تعال نشوف مثال. she isn't playing chess. she isn't playing chess. هي مش بتلعب شطرنج. بعد كده عندي السؤال. question. عندي السؤال بهل. والسؤال بادات استفام. السؤال بهل بيكون من ايه. اللي بيجيب am او is او are في الاول. وبعد كده فاعل. وبعد كده الفعل ing. am is are. فاعل. فعل. ing. طب تعال نشوف مثال. is she playing chess. is she playing chess. هل هي بتلعب شطرنج. اجابة عليه بيكون بyes او no. yes she is. or no she isn't. نعم هي بتلعب. او لا هي ما بتلعبش. السؤال بكلمة استفام او بادات استفام. بنحط في الاول كلمة استفام. بعد كده. am او is او are. فاعل. الفعل ing. هي نفس التكوينة بس بنزود عليها في الاول كلمة استفام. تعال نشوف مثال. what are they doing. what are they doing. ماذا هم يفعلون. they are playing chess. هم بيلعبهم شطرنج. بعد كده عندي جزء usage. الاستخدام. والkeywords. الكلمات الدلالية بتاعت الزمن. بنستخدم زمن المدارع المستمر. عشان نعبر عن احداث بتحصل دلوقتي. وقت الكلام. تعال نشوف مثال. they are studying english now. هم بيتعلمهم انجليزي دلوقتي. او هم بيذكرهم انجليزي دلوقتي. بعد كده عندي keywords. الكلمات الدلالة على الزمن. ساعة لما شوفها على طول الكلمات دي. بقانا في قاعدة المدارع المستمر. اللي بتتكون من am و is و are. زائد الفعل زائد ing. تعال نحفظهم مع بعض. اللي تتصدقى. يلي اخر مرة. Now معناها الآن Look معناها انظر Listen انصت At the moment في هذه اللحظة At present في الوقت الحاضر Today اليوم Still ما زال Look out أو watch out معناهم احترس لازم ان تحفظهم كويس جدا عشان تعرف تختار الزمن ده يلا بنا نبدأ نحل What are you not today نبه هنا عندي or يبقى انا عايز بعدها الفعل ing يبقى اختار هنا doing واللي عرفني كمان ان انا في المضارع المستمر عندي كلمة today على من علامات المضارع المستمر I'm not for the football game هنا عندي am يبقى انا عايز بعدها الفعل ing اناقول I'm practicing for the football game انا باتمرن للعبة كرة القدم علي اندتار aren't not for the exams they are running in the park هنا عندي aren't يبقى انا عايز بعدها الفعل زائد ing يبقى انا اختار starting علي وطارق مش بيذكروا الامتحان هما بيقروا دلوقتي في الحديقة عمر is not a party for the end of the exams هنا عندي is يبقى انا عايز بعدها الفعل ing يبقى انا اختار organizing عمر بينظم الحفلة في نهاية الامتحانات I'm not playing the basketball much today I have too much school work هنا عندي الفعل زائد ing يبقى انا اختار قبله I'm not We not our lunch at the moment عندي هنا at the moment تعالى من علامات المضارع المستمر يبقى عايز am or is or are زائد الفعل ing مع عندي الفعل we بقى نختار are eating احنا بنأكل الغذاء بتاعنا في هذه اللحظة where are they going هنا زمن السؤال ده مضارع مستمر عشان عندي are والفعل زائد ing يبقى نختار كلمة now الام The boys are not food today هنا عندي are يبقى عايز بعدها الفعل زائد ing يبقى نختار taking The boys are taking photos today الاولاء بيقدم صور اليوم We are not with the balloons at the moment هنا عندي are يبقى عايز بعدها الفعل زائد ing بقى نختار playing What not knowha and dalida doing now هنا عندي الفعل زائد ing يبقى عايز am or is or are وهنا عندي فاعل جامع اللي هو noha and dalida يبقى نختار are Amina is not a park in an armature at the moment هنا عندي is يبقى عايز الفعل ing يبقى نختار reading امينة بتقرأ الكتاب بتاعها على الكرسي زو زراعيني في هذه اللحظة Not she wearing a hat for the party هنا عندي الفعل زائد ing يبقى نختار هنا is Is she wearing a hat for the party هل هي بترتدي الكباعة للحفلة نسمة نقطة wearing a red t-shirt for the party هنا عندي الفعل زائد ing يبقى نختار is نسمة is wearing a red t-shirt for the party نسمة بترتدي تي شيرت لونه أحمر للحفلة يلا بينا على unit 5 unit 5 عندي زمن الموضي البسيط the past symbol tense زمن الموضي البسيط هو التصريف التاني للفعل بس له شكلين شكله منتظم وشكله غير منتظم الشكل المنتظم بيكون آخر الفعل d او ed او ied زي كلمة invite يدعو عايزين نقول دعا في الماضي هنخليها invited play خلدناها blade carry خلناها carried help helped يبقى الفعل سواء آخر d او ed او ied يبقى ده كده شكل الماضي في التصريف الغير منتظم وده كده شكل الماضي في التصريف المنتظم بيكون آخر d او ied او ied الشكل المنتظم انت بتكون عارفه لانه بيكون آخر d او ied او ied انما الغير منتظم لازم ان تحفظه كويس جدا تحفظ تصريف الاول منه والتصريف التاني طب تعالى نشوف مثال they played football yesterday هم لعبوا من كرة قدم امبارح she bought a car last week هي اشترت سيارة الاسبوع اللي فات عايزين نعرف الكلمات الدل على الزمن والاستخدامه بنستخدم زمن الماضي البسيط بنعبر عن احداث حصلت في الماضي وانتهت خلاص وليكن مثلا انت الاسبوع اللي فات لعبت كرة قدم فده كده حدث تم في الماضي وانتهى الكيووردس الكلمات الدل على الزمن ايه هي لازم ان تحفظها كويس yesterday last ago yesterday last ago in the past in the past انزاد اي سنة ماضية once yesterday last ago in the past انزاد اي سنة ماضية once ساعة لما نشوفهم هتجيب الفعل في التصريف التاني بعد كده عندي negative النفي ازاي بقدر انفي في الزمن ده بنجيب فاعل وبعد كده did not او didn't مصدر يبقى فاعل didn't مصدر فاعل didn't مصدر تعال نشوف مثال they didn't play football yesterday they didn't play football yesterday هما ملعبوش كرة قدم امبارح جبنا didn't وبعدها الفعل في المصدر she didn't buy a car last week she didn't buy a car last week هي ما اشترتش عربية الاسبوع اللي فات بعد كده عندي question السؤال عندي سؤال بهل والسؤال بكلمة استفام السؤال بهل التكوينة بتاعته بكون did فاعل مصدر بتحفظها كده did فاعل مصدر did فاعل مصدر did they play football did they play football هل هما لعبوا كرة قدم رجابة بكون ياب yes ياب no yes they did او no they didn't تكوينت السؤال بكلمة استفام بيجيب كلمة استفام في الاول وهي هي نفس التكوينة بس بتزوي كلمة استفام كلمة استفام did فاعل مصدر كلمة استفام did فاعل مصدر تعال نشوف مثال when did they play football when did they play football متى هما لعبوا كرة قدم they played football yesterday هما لعبوا كرة قدم امبارح هتخلي بالك كده احنا جوابنا وخلينا الفاعل في التصريف التاني لان احنا بنتكلم في زمن الماضي البسيط عندي ملحوظة مهمة جدا هنا لازم نتركز معي فيها ممكن احنا بنستخدم في البتو بي في الماضي بيكون شكله عامل ازاي بيكون شكله مع الفاعل المفرد i he she it والاسم المفرد بيجيب was والنفي بتاعه wasn't زي مثلا بقولك i was at the club yesterday انا كنت في النادي مبارح النفي بتاعها i wasn't at the club yesterday انا ما كنتش في النادي مبارح مع الفاعل الجامع we you they والاسم الجامع بيكون شكله كده were والنفي بتاعه weren't زي مثلا ما بقولك they were at the school yesterday هما كانوا في المدرسة مبارح they weren't at the school yesterday هما ما كانوش في المدرسة مبارح يلا بنا نحل على زمن الماضي she not to the library last week هنا عندي last week علامة علامات الماضي بأن اختار الفعل في التصريف التاني فأن اختار هنا she went to the library last week هي زهبت للمكتبة الاسبوع الفات he not very happy yesterday هنا عندي yesterday علامة علامات الماضي يبقى نختار هنا was he was very happy yesterday هو كان فرحان مبارح they not a lot of homework عايزين نقول هما كان لديهم واجب كتير يبقى نختار هنا had they had a lot of homework هما كان لديهم واجب كتير the archaeologists not many all the tools last year هنا عندي last علامة علامة علامات الماضي يبقى أنا عايز الفعل في التصريف التاني فنختار هنا found علماء الأصغار وجدهم الكثير من الأدوات القديمة السنة اللي فاتت did you not cake for the birthday yesterday هنا عندي did يبقى أنا عايز بعدها الفعل في المصدر كنا حفظتها did فاعل مصدر يبقى نختار هنا make هل أنت صنعت الكيكة بتاعت ريد الميلاد مبارح؟ they not at the cinema last night هنا عندي last night علامة علامة علامات الماضي يبقى أنا عايز نختاري إما واضي إما where عندي they يبقى جب لي where they were at the cinema last night هما كانوا في السينما ليلة أمس what not you do three hours ago هنا عندي ago علامة 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 الماضي والسؤال في زمن الماضي أداة استفام أو كلمة استفام did فاعل مصدر يبقى هنجيب هنا did we not win the match last week هنا عندي last week علامة علامة علامات الماضي فنختار didn't we didn't win the match last week إحنا ما كسبناش المتش الأسبوع اللي فات يلا بينا على شرح يونت 6 قعدة a or an قبل ما نبدأ نشرحها افتكر إن a or an بتيجي مع الأسماء المفردة يبقى ثاني a or an بتيجي مع اي مع المفرد a بتيجي قبل الكلمات اللي بتبدأ بحرف ساكن تعال نشوف مثال a mango فكلمة mango تبدأ بحرف ساكن وهو ال-m a pin قلم وهنا معناه ألم واحد فpin بتبدأ بحرف ساكن وهو ال-p إننا am بقى بتيجي قبل الكلمات اللي بتبدأ بحرف متحرك حرف المتحرك ده اللي هو a e i o u لازم أن تحفظهم كويس a e i o u a e i o u دولك كده الحرف المتحركة أي اسم يبدأ بحرف متحرك وعايز أحطه في المفرد طب أحط قبله an طب تعال نشوف مثال بقول لك an eagle فإيجل تبدأ بحرف ال-e وهو حرف متحرك طينا بقول لك an eagle نصر واحد an apple طفاحة واحدة فقبل هنا بتبدأ بحرف متحرك اللي هو حرف ال-a ممكن حد فيكو يسألني دلوقتي يا مستر طب انت ما قلتليش ايه الحرف الساكنة انت قلتلي الحرف المتحركة ليه ال-a وال-e وال-i وال-o وال-u الحرف الساكنة هي أي حرف خلاف الخمس حروف دول أي حاجة بقى غير الخمس حروف اللي انت حفزتهم دولة تيبقى حرف ساكن بعد كده عندنا قاعدة بسيطة ويا قاعدة there is و there are و there is معناها يوجد للمفرد و there are معناها يوجد للجامع فthere is بيجي بعدها اسم مفرد طب تعال نشوف مثال there is a book يوجد كتاب طب تعال نشوف مثال وهنا ننفيها ننفيها ازاي هنقول there isn't there isn't any milk لا يوجد أي لبن طب لو حبينا نسأل فنخليها is there فنقول كده is there any milk هل يوجد أي لبن يبقى تاني there is بيجي بعدها اسم مفرد لو حبينا ننفيها نقول there isn't وبعد كده اسم مفرد برضو لو حبينا نسأل فنقول is there وبعد كده اسم مفرد انما there are بيجي بعدها اسم جامع تعال نشوف مثال there are three boxes يوجد ثلاث كتب لو حبينا ننفي فنقول there aren't any boxes لا يوجد أي كتب لو حبينا نسأل فنخليها are there فنقول are there any boxes هل يوجد أي كتب يبقى there are بيجي بعدها اسم جامع و there is بيجي بعدها اسم مفرد ما تنسهاشي وهي قاعدة some و any some و any some معناها بعض و any معناها أي طب تعال نشوف some some اول حاجة قال لي بتيجي في الجملة المثبتة بتيجي في الجملة الايه المثبتة يعني ايه جملة مثبتة؟ جملة مثبتة يعني ما فيهاش ولا نط ولا n apost t تاني كده الجملة المثبتة ما فيهاش ولا نط ولا n apost t طب تعال نشوف مثال I have some milk انا لدي بعض اللبن فهنا جبت some عشان ما عنديش ولا نط ولا n apost t انما عندي any any اول حاجة عندها بتيجي في الجملة المنفية بتيجي في الجملة المنفية الجملة المنفية ديت يعني بيكون فيها نط أو n apost t كمان مرة any بتيجي فين في الجملة المنفية اللي بيكون فيها نط أو n apost t على نفس المثال كده تعال نشوف هنعمل ايه لو جملة منفية I don't have any milk انا مش بمتلك اي لبن فجبت هنا any عشان عندي don't اللي هو n apost t يبقى تاني كده سريعا some بتيجي مع الجملة المثبتة any بتيجي مع الجملة المنفية بصم بتيجي مع ايه تاني اللي some بتيجي مع السؤال بس فيه ملحوزة some بتيجي مع سؤالين بس اللي هما ايه سؤال العرض وسؤال الطلب بتيجي مع سؤال العرض وسؤال الطلب احفظها معايا يبقى صم بتيجي مع ايه مع سؤال العرض والطلب تعال تعال نشوف مثال would you like some tea هل تود بعض الشاي احنا لسه اوغدين السؤال ده من شوية سوى سؤال العرض would you like some tea لو بيطلب فيقولي كده can I have some water can I have some water هل يمكنني الحصول على بعض المية فتاني سؤال العرض والطلب بيجي معاها some تعال نحفظ some على بعضها some بتيجي مع ايه جملة مثبتة وسؤال العرض والطلب قررها كده معايا يبقى صم بتيجي مع ايه جملة مثبتة وسؤال العرض والطلب جملة مثبتة وسؤال العرض والطلب طب ايه بتيجي معا ايه تاني بتيجي مع السؤال مع هذا العرض والطلب بتيجي مع السؤال مع هذا العرض والطلب يعني اي سؤال تاني خلاف العرض والطلب تعال نشوف مثال هل يوجد اي مية؟ هل يوجد اي كتب؟ هل تمتلك اي طفاح؟ بتاع نحفظها كده سريعا ايه؟ جملة منفية والسؤال معادة العرض والطلب جملة منفية والسؤال معادة العرض والطلب ما تقلقش اول ما نحل عليها تبقى الدنيا سهلة اكتر بعد كده عندي countable nouns and uncountable nouns الاسماء المعدودة والاسماء الغير معدودة تعال نشوف الاول الاسماء المعدودة الاسماء المعدودة دي اللي بيكون لها مفرد ولها جامع هي الاسماء اللي بيكون لها مفرد ولها ايه؟ جامع وممكن نحن نعدها زي ايه؟ dog ممكن اقولك a dog, two dogs, three dogs عادي جدا cat ممكن اعدها طبعا one cat, two cats, three cats كذلك poke, pen, chair, apple يبقى اي اسم ولوه مفرد ولوه جامع يبقى دام الاسماء المعدودة انما الاسماء الغير معدودة اللي هي uncountable nouns هي الاسماء اللي انت مش تعرف تعدها ما بتتعدش زي ايه؟ milk، اللبن، اللبن طبعا مش هينفع اقولك ايه؟ واحد لبن، اثنين لبن، ثلاثة لبن، طبعا مش هينفع، ولا كذلك juice الجوز مش بتعده، العصير، ولا الريس، ولا الرز، الرز ما بتشتعرف تعده، water، الميا كذلك بتشتعرف تعدها، sugar, cheese، يبقى اي حاجة انت مش تعرف تعدها تبقى تعتبر من الاسماء الغير معدودة طب تعالا بقى نرجع نشوف الاسماء المعدودة دي بتاخد ايه؟ الاسماء المعدودة ممكن احط قبلها ا او ان عادي جدا لانها بتجي مع المفرد زي ما بقولك كده a book كتاب ممكن اقولك three books عادي تلك كتب ممكن اجمعها يبقى لها مفرد ولا جامع انما الاسماء الغير معدودة بقى ولا بنجيب قبلها ولا ايه ولا ان ولا بنجيب حتى اخرها اس يعني بنجمعها شي هي بيكون لها شكل واحد بس زي water water مش ينفع اقولك a water ولا waters لو القوضة حتى اللي انت قاعد فيها كلها مية فانت هتقول عليها water لو انت بتشرب كباية مية صغيرة فانت هتقول عليها برضو water فما بتتغيرش ولا بيجي قبلها ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا بيجي بعدها اس عندي بقى الاسماء المعدودة اللي ممكن اعدها هجيب معاها كلمة الاستفهام how many هجيب معاها ايه؟ how many ومعناها كامل عدد وبيجي بعدها اس جامع تعالا نشوف مثال how many pains do you have كما عدد الاقلام الجاف اللي انت بتمتلكها ردو قال ايه هف تو pains انا بمتلك كلمين انما بقى الاسماء الغير معدودة بيجيب معاها how much how much معناها كامل كمية بيجي بعدها اس مفرد بيجي بعدها اسم ايه؟ مفرد تعالا نشوف مثال how much water do you need how much water do you need كم كمية المية اللي انت محتاجها رد علا وقاللي I want a bottle of water I want a bottle of water انا احباك زجاجة من المية عندي كلمة a few a few معناها قليل من بيجي قبل الاسماء التي تعد الاسماء اللي بتتعد بس تعالا نشوف مثال a few lemons معناها القليل من الليمون a few pencils القليل من الاقلام الرصاص يبقى a few بتيجي قبل الاسماء التي تعد ومعناها قليل من بعد كده عندي a little a little معناها قليل من وبتيجي قبل الاسماء التي لا تعد يعني بتيجي مع الاسماء اللي بتتعدش a little sugar القليل من السكر a little oil القليل من الزيت يبقى عندي a little معناها قليل من وبتيجي قبل الاسماء التي لا تعد بعد كده عندي كلمة a lot of a lot of معناها كثير من بتيجي قبل الاسماء اللي بتتعد والاسماء اللي بتتعدش عندي كلمة برضو lots of معناها الكثير من بتساوي كلمة a lot of تعال نشوف مثال a lot of apples الكثير من الطفاح a lot of rice الكثير من الرز يولا بنا نحل there is not oil عايزين نقول يوجد بعض الزيت هنا جملة مثبتة يبقى نختار some لأن الصم بتجي في الجملة المثبتة there aren't not leaves on the tree هنا عندي aren't يبقى حلا كده جملة منفية يبقى نختار any لا يوجد اي اوراق شجر على الشجرة we need not sugar to make cake احنا بنحتاج a سكر عشان نعمل كيكة دي كده جملة مثبتة يبقى نختار some احنا بنحتاج بعض السكر عشان نعمل كيكة how not milk do you want in your coffee هنا بعد النقط عندي milk لبن اللبن لا يعد يبقى نختار هنا much كم كمية اللبن اللي انت بتحتاجها في القهوة how much معناه كامل كمية وبيجي بعدها اسم لا يعد how many nots are there in the kitchen how many بتجي مع الاسماء الجامعة التي تعد يبقى نختار هنا spoons كم عدد المعالي الموجودة في المطبخ are there not tigers in Egypt ده كده سؤال السؤال بيجيب any لأن any بتجي في جملة منفية والسؤال معدل عرض والطلب are there any tigers in Egypt هل يوجد أي نمور في مصر there is not of traffic هنا عندي off يبقى نختار a lot there is a lot of traffic يوجد الكثير من حركة المرور الشخص